اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس تعقيباً لكلام ميّا وتلعبون مثلاً مثلاً بالمثال الأولاد كانوا يلعبون الباسكتبول مساء البارحة تمام؟ هل يستمر اللعب للآن؟ هل المقصود بالماضي المستمر أنه يستمر الزمن إلى الآن؟ إلى الحاضر؟ لا أستاذ نعم نعم هو فقط يستمر لفترة معينة لفترة زمنية معينة تمام؟ فإذلك سمع بالماضي المستمر يعني أنه يستمر لفترة زمنية في الماضي إنه نفس المبدأ الماضي البسيط لكن الماضي البسيط هو الباسكتبول مثلاً آي بليد لعبته تمام؟ أتم اللعب وانتهى أوكي لكن الباسكتبول الماضي المستمر يستمر لفترة زمنية الفترة الزمنية تكون أطول بالنسبة للماضي المستمر مثل ما ذكرت طبعا أنه كشكل شكل الماضي المستمر هو زائد واز أو وير زائد فير مع آين جي ما بدنا ننسى أي جزئية من هذه القاعدة أو من هذا الشكل وكشرحنا أنه آي هي شيء بيأخذ واز يو ويذي بيأخذ وير نعم هذا الشيء وصلنا الداس الماضي لهون لحد الآن الآن هلأ في عنا ملاحظة أخيرة ملاحظة أخيرة رح نضيفها هلأ لألكون لمعلوماتكم اللي أخذناها هلأ معلومة مهمة جدا جدا ركزوا معكم طيب في عنا هلأ كلمتين نحن أو أداتين ربط اسمها ويل بينما وين عندما تمام؟ في عنا كلمتين باللغة الإجميزية ويل بينما وين عندما هذول الظروف ماذا أو ماذا يعمل هذي الكلمتين شو شغلوا في الجملة تمام نعم من يقرأ الفقر الأولى الفقر الأولى يسي ونتفضل يقرأ يسي read please why تستخدم بين مالي الربط بين زمني الحاضر البسيط والماضي المستمر نعم والزمن الذي يأتي بعدها مباشرة ماضي مستمر نعم 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 صدر محمد كلمتين قراءة نعم 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 تستخدم تستخدم عندما تستخدم للرابط بين زمني الماضي البسيط والماضي المستمر والزمن لذي يأتي بعدها مباشرة ماضي بسيط مثال I was reading a book when I heard a noise a noise excellent excellent محمد okay thank you thank you very much okay برجع عيد هلأ الهي الملاحظة المهمة الموجودة قدامنا هلأ طبعا في عنا هلأ تمرين مباشرة يتمد على إيش على هاي القاعدة على هاي الملاحظة طبعا نحن بعد ما أخذنا البسيط الماضي البسيط الماضي المستمر البسيط في عنا شيء معلاقة بين هذول الزمنين تمام وهذا الستوب يستخدم بكثرة في اللغة الإنجليزية باستخدام while بينما وين عندما كيف أنا بربط زمنين بنفس الوقت أو بنفس الجملة راح نشوف هلأ while تستخدم while أو بينما while يعني تعني بينما للربط بين الزمنين الماضي البسيط والماضي المستمر تمام إذن هي بتربط بين الزمنين الماضي بسيط وماضي مستمر والزمن الذي يأتي بعدها طيب أنا مش هل ميز شو استاذ كيف دي عرف أن تربط ماضي بسيط وماضي مستمر يعني أي زمن راح يجي أول ماضي بسيط أو ماضي مستمر بشان ما نوع بهذه المشكلة فحددنا لكم هلأ الزمن الذي يأتي بعدها مباشرة وينما وقعت بالجملة هو ماضي مستمر المثال while I was walking home بينما كنت أمشي للبيت لاحظوا بعد الوال شو جاء هوني أي زمن بسيط أم المستمر بسيط نعم لا أستاذ المستمر المستمر تمام أحسنت إذن الماضي المستمر بسيط إذن إجه بعدها مباشرة ماضي مستمر while I was walking بينما كنت أمشي للبيت I saw my friend أنا رأيته صديقي تمام أنا رأيته صديقي طيب هلأ البعض بتسأل أستاذ يعني الربط لازم نكون موجودة بالنص هيك نحن بجوز نتخيل فكرة الربط يعني تمام أنه عندنا الأداد مثلا هاي الوال لازم توقع بالنص تمام أنا بلك أنه ما هي شرط يعني نوقعت بالبداية أو في وسط الجملة ما بيأثر أنا بهمني أنه أعرف الطالب يعرف أنه بعد الوال يأتي مباشرة هو ماضي طبعا فيه اسلوب آخر للشرح بيقول مثلا أنه في عنا النشاط كان مستمرا وقطعه نشاط آخر ماشي كنت ماشي للبيت أنا شهدت صديقي فعلا ماشي بعدين قطعه الفعل المشاهدة تمام كمان هاي اسلوب آخر للشرح طيب الوين عندما تستخدم عندما للربط بين زمني الماضي البسيط نفس مبدأ الوال الماضي البسيط والماضي المستمر والزمن الذي يأتي بعدها مباشرة ماضي بسيط لاحظوا على الفرق البسيط يعني السهل إذا بعد الوين مباشرة ماضي بسيط أنا هيك بدي أحفظ تمام وبعد الوال ماضي بسيط ماضي ماضي مستمر مثلا I was reading a book كنت أقرأ كتابا when I heard a noise تمام عندما سمعت a noise ضجة تمام سمعت ضجة شو هذا heard الفعل هير يسمح heard تمام سمع فعل ماضي بسيط طبعا هو فعل شار I heard a noise أنا سمعت ضجة تمام فهذا شو ماضي بسيط إذا نجي بعد when شو ماضي بسيط ما بسي أقول when I was hearing بينما كنت أو عندما أنا كنت أسمع ضجة تمام واضح الفكرة هيا الحكيت أنا هلأ واضحة لحد الآن إزيت clear ترجمة نانسي قنقر